محود عايزة أسمع رأيك الكريم هو فيه مبلغة في كل شيء مش بس على محمد الشناوي محمد الشناوي لازم الناس ما تنساش ان في الأول في الآخر هو العيب كورة بني آدم هو مش مكنة يعني محمد الشناوي العيب كورة حارس مرم هو مش مكنة مش طبيعي وعدين انت كنت بتلعب قوة تنفسية كبيرة جدا زي كاس العالم فكمل هجمات اللي بيجي عليك كبير جدا وكمل أخطاء من المدافعين في التمركز ممكن تشتتك في مواقف كتيرة جدا ما بنقولش ان محمد الشناوي ما أخطأش لا أخطأ ولكن أنا هرجع لكلام جمال في حتة ان مثلا أليسون بيكر السنة اللي فاتت مع ليفر بول كان كارثة أخطأ أخطأ كتيرة جدا 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 وعاوز أقولك على حاجة أليسون بيكر كل ما يغيب عنه فاندايك أو يغيب عنه ماتب أو يغيب عنه كونتي بيبعنده مشاكل كتيرة جدا ان الدفاع اللي قدامك بيقدر ان هو يفوقك بشكل كبير ولكن يا كريم يا المبالغة مش معنا محمد الشناوي بس طب دلوقتي انت عاوز تجيب حارس مرمة تاني يكون مع محمد الشناوي عشان خاطر يزق معاه وعشان خاطر القصة اللي حصرت قبل كده بتاعت أسام الحضر ونادر السيد عام احترامي كامل لكل الناس بتتكلموا مين أحسن جون في مصر؟ هو محمد الشناوي هجيب له مين نفسه عشان خاطر عليه ممكن تكون دي مدرسة في وقتها كانت تنفع بس ممكن دلوقتي ما تنفعش المبالغة بقى في كل حاجة وهو النادي الأقلي بعد ما خسر من الهلال كم الهجوم على كل المنظومة بتاعت النادي الأقلي اللي كانت من يومين حلوة وعظيمة يعني انت ماتش ريال مدريد وفلمانجو خدت إشادة كبيرة جدا 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 من كل الداني ماتش الهلال مارس الكولر وحش الناس اللي بتقولك فينك فين قامك يا موسيماني شناوي وحش لعبة النادي الأقلي عندها مشكلة حسين الشحات اللي كان مكسر دينا في مبارات ريال مدريد وهو مش طبيعي يا جماعة احنا ماينفعش ان احنا نفرح قوي ونزعل قوي ونبالغ قوي في الأول في الآخر دي العيبة والطبيعي انها تفتح